بمناسبة مرور خمس سنوات على تحرير سعر صرف الجني المصري عملوا هذا الكلام اهو بيقولوا ايه بيقولوا بعد مرور خمس سنوات ما الذي فعله تحرير سعر الصرف بيء المصريين قرار تعويم الجنيه عده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خطوة ضرورية لاصلاح الاقتصاد وحل مشاكله وانه سيضخم من فرص التصديق ده مين اللي بيقول ده الجزير اللي بتقول وجايبين الكلام ده اللي شايفينه وكم جنيه وغيره الكلام ده امتى يا جماعة ده كام يا شباب 3-11-2021 من القاهرة يعني مكتبهم في القاهرة اهل هذا الكلام انا قرأت التقرير حقيقة قرأت كله وهالني ما قرأت مع كامل احترام للكل هالني ما قرأت خلينا اقول له حضراتكم بس ايه بيقول وخلال السنوات الخمس داب كثير من المحللين المصريين على التهليل لاي ارتفاع للجنيه مهما كان طفيفا يا سيدي ماشي احنا بنهلل وفرحنين على اساس ان فيه تقدم ماشي نفوت مش مشكلة بيقولوا كمان ان المركز الاعلامي لمجلس الوزراء نشر التقرير لانا قلت لحضراتكم من شوية برضو ماشي بيقول لك فكيف كان اداء الجنيه المصري امام العملات الاجنبية وخصوصا الدولار بيقولوا كعملة رئيسية خلال تلك السنوات الخمس ما نسبة تأثير تحريره على اسعار منذ قرار التعويم في 16 حتى الان ولماذا لم يشعر المصريون باي تحسن في الاسعار عندما تراجع سعر صرف الدولار امام الجنيه انا بسأل بس اللي اعد هذا التقرير هو اعده من مصر للجزيرة نت بقول له انا يعني باختصار شديد انا انشد المهنية انا انشد الصدق انشد الفهم فطب خلينا نشوف التقرير بيقول قابل مين بقى قابل مين قابلوا مجموعة من الناس بيسألوهم ايه رأيكم بعد مرور خمس سنوات على تحرير سعر الصرف ما رأيكم فيما جاره سأل واحد اسمه الدكتور صفوة قابل استاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية وقال له رأيه انه كذا وكذا وانه نتيجة التحرير زادت تسول والمتسولين وانتشرت اعداد مش عارف فقر والفقراء وغيره الاخر صفوة قابل استاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية قال رأيه وهو حر في رأيه لا تثريبة ولا تعقيد وبعدين قابلوا واحد خبير اسمه الدكتور ولا الخبير الاقتصاد الدكتور واقل النحاس وقال لهم برضو انه التعبير التغيير والتعويم يعني قضى على الوجبة السعادة لدى المصريين في الفول وغيره وغيره ثم التقوا مع واحد تاني اسمه الخبير الاقتصاد ابراهيم محمد والاخ ابراهيم محمد قاله ده كان بيعمل تقرير لصوت المانيا دوتشي فيلا وقال انه الاعوام السلاثة الماضية قد صعبت جدا 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 وهالني الضيف الخامس اللي هم استضفوه وسألوه عن رأيه في تحرير سعر الصرف الجنيه المصري بعد مرور خمس سنوات مين هو الشخص اسمه المفاجأة وانا بقره هذا الكلام انبارح الجزيرة كانت بتحتفل بمرور خمسة وعشرين سنة على تتشنها يعني العيد ولليبيل الزهبي انا بقول بلغت قدرات الجزيرة حتى الان كل هذا الزخم وكل هذا الشغل واعتقد انهم بحسدهم وبقول لهم فعلا انتوا عملتوا عمل غير مسبوق في تاريخ الاعلام العالمي كله وبمناسبة اليوبيل الزهبي استطعتوا انتوا تطرقوا ابواب جديدة غير مطروقة اعتقد انتوا تفوقتوا على الميتافيرس بتاعة زوكربيرج لانه الضيف اللي جاي حاجة لم تحدث من قبل حاجة فعلا انفرضت بيها الجزيرة ذات اليوبيل الزهبي اللي احتفلت بيهن بارح بقول تاني انه الاعلاميين اللي في العالم والصحافيين اللي في العالم عليهم انهم يروحوا يتعلموا من الجزيرة كيف تطرق ابوابا غير مطروقة كيف تذهب الى مناطق نائية بعيدة تماما عن تفكرنا راحوا التقوا بواحد بيقول انه انتقد تحرير سعر الصرف هذا الرجل اللي بيقول انتقد تحرير سعر الصرف وقال انه خراب اكتشفت النهاردة يا مؤمنين ان هذا الرجل مات وشبع موت بقاله اشهر الاستاذ عباس الترابيلي استاذ عباس الترابيلي بيقول وانتقد الكاتب الصحفي عباس الترابيلي تغني الصحف بزيادة الاحتياط النقدي عام سبعتاشر الى ستة وتلاتين مليار دولار وارجع هذلك الى نجاح ما صار الرئيس الاقتصادي وشجعته في تحرير سعر صرف الجنيه واضاف في مقال له بصحيفة المصر اليوم ان الزيادة الاخيرة في حجم هذا الاحتياط الدولار لم تأتي من زيادة الانتاج او من خفض مصرفات الدولة نتيجة سياسة ناجحة للتقشف الحكومي ولكن في الحقيقة هذه الزيادة عبارة عن قروض حصلت عليها مصر وودائع من الاشقاء والاصدقاء يمكن ان يطلبوها في اي وقت يبقى جابوا اعتمدوا على مقابلة مع كاتب صحفي توفاه الله الاستاذ عباس الترابيلي الاستاذ عباس الترابيلي مات والله مات والدليل اهو يا جماعة اهو وفاة الكاتب الصحفي عباس الترابيلي متأثرا بفيروس كورونا الجمعة 12 3 2021 يعني مات الاستاذ عباس الترابيلي من حوالي 10 شهور الله يرحمه ويحسن اليه الفتحاله انا بقول لكل اهو انا بس بثبت لكم انه مات ازاي انتو تجيبوا رأي في مسألة انية بتاريخ النهاردة واحد مات وشبع موت بقول تاني انه سبع شهور على وفاة الاستاذ عباس الترابيلي استاذنا ومعلمنا وصدقنا ماينفعش اخدع المشاهد وماينفعش استسهل واحد يقول لي انا كنت بجيب اراء لناس سابقة بقول له اراء لناس سابقة ماتت اراء لناس سابقة في مسألة انية انت بتقيم اداء اقتصاد مصر وبتقيم اداء العملة المصرية على مدار خمس سنين من تحرير سعر الصرف جاي النهاردة في 13 21 تستشهد برأي الاستاذ عباس الترابيلي اللي توفاه الله في شهر مارس 21 ها صدقك ازاي ازاي انا ارى انه احتفاء الجزيرة امس واحتفال الجزيرة امس بمرور 25 سنة على انشاءها وانه واحد الاعلام والمهنية الرائعة في المنطقة لهم ذلك لكن اجيبوني بالله عليكم هل وصل الامر الى اختلاق اراء لناس حتى ولو كانت قيلت فيما مضى انا الاسماء اللي عرضتها عليكم مع كامل احترامي طبعا لاصخر من احد الاسدزة اللي جابوهم مبردين محمد الخبيل الاقتصادي ووائل النحاس وصفت قابل وبعدين راحوا جابوا المرحوم علشان يقول رأيه انا معرفش انا بقول يعني ارى المهنية تنتحب ارى المهنية الان تنتحب على اعتاب الجزيرة المهنية الذبيحة على اعتاب الجزيرة وانا ما بتكلمش بشكل سياسي انا بتكلم بشكل اعلامي انا لا اهاجم احد انا بتكلم بشكل اعلامي ومهني وحيرة فيه بقول يا جماعة هو ينفع نجيبه الاستاذ عباس تربيلي يقول رأيه فيه استحر سعر الصرف يوم 13 2021 والرجل ميت في شهر مارس 2021 هل يعقل هذا انا ما عرفش انا راجل يعني يعني على بابا الله في الاعلام بس باسأل وبقول قولونا هل هذا يليق هل هذا يجوز هل هذا صحيح هل يمكن انا استشهد واسترشد في مسألة اقتصادية آنية بقراء سابقة قيلت من 3-4 سنين انا ما عرفش اترك لكم الحكم في هذا الامر يعني ان كان الناس مش مركزين انا انا هذه رسالة مني الى الجزيرة في عيدها يعني بقول لهم كل سنة وانتوا طايبين انا ما عنديش مشكلة كل سنة وانتوا طايبين وكل سنة وانتوا بتحتافل بس بديكم هاتها تاني يا ابني لو سمحت يعني هاتلي الاتنين هاتلي خبر الجزيرة وخبر الوفاة اهو اهو قادي الراجل ماته يوم 12-3 والخبر النهاردة بتاريخ النهاردة 3-11 هذه هدياتي لكم في احتفالكم باليوبيل الزهبي